ايه دا يعني قال لها ايه؟ لو ان فضل العتاب وفضلت الطريقة دي الحب هيروح ومش يفضل مع العتاب والأذى النصيحة دي بتجي مع جملة من الرسائل عشان نتجنب الخلاف زي مثلا الامتنع عن كسرة الشكوى والعتاب والغيرة الزايدة ونصايح لكسب الود والزواج زي التزين والطاعة والعفو الكلام دا كلام مهم لان ايه؟ كنا الناس بيعملوه وهم راضيين زمان دلوقتي قامت معوقات بتخلي الناس مش عايزة تعمل دا وما بقوش عايزين يتكلموا في نقاط الخلاف هو عايز الشخص لما تحصل نقطة الخلاف بينه وبين زوجته عايز تسلم بس لانه هو مش ناقص صلاع عنده حاجات كتيرة في حياته وهي عايزة لما تحصل نقطة خلاف هو بس طب طب عليها مش لازم يكون عندنا شيء ممكن نديره مع بعض من الحوار لا احنا عايزين نتعلم المهارة دي ان احنا نتحاول حول النقاط الخلاف اول حاجة نعملها عشان تبقى عندنا المهارة دي طب ايه فايدة المهارة دي المهارة دي بتخلي الانسان حاسة ان هو ليه قيمة في الحياة الزوجية ويحس ان هو فيه حد بيشاركه وبيحس ان الحمل حتى لو تقيه لهم بيشيلوا مع بعض طب نعمل ايه بقى عشان المهارة دي تبقى موجودة عندنا اول حاجة افترض حسن النية انت بتعامل افترض حسن النية على فكرة انت مش بتعامل عدوك ولا انت بتعامل عدوتك يبقى اول واهم خطوة عشان تعرف تدير الخلاف مع شريك حياتك انك تفترض حسن النية وانه مش بيختلف معاك عشان يدايقك او يضرك فالاختلاف شيء طبيعي في الحياة لانكم اشخاص مختلفين محدش قال ان انتو عبارة عن سورتين من حاجة واحدة لكنكم شخصيات مختلفة وافكاركم وظروف نشأتكم وطبائعكم مختلفة فوجود الخلاف بينكم شيء طبيعي وبديهي فلازم نحسن الظن ان منشأ الخلاف ده ان انتو مختلفين مش منشأ الخلاف ده ان في واحد بيحاول يضع الموقع اوقات امام انسان ويقزيه ويضايقه يا راجل ده الخلاف حصل ما بين السيد عائشة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ان هم ما اتوا بسيدنا او بكر يحكم بينهم فالخلاف شيء طبيعي تاني حاجة جزء الخطوة التانية في المهارة دي عبر بوضوح وهدوء عن وجهة نظرك يعني ايه تعبر بوضوح و بهدوء في ناس اسناء الخلاف بيحسوا بالتهديد وانهم في موقف ضعف وانهم محتاجين يستجمعوا كل قواهم عشان يكسبوا المعركة لصالحهم ايه ده معركة ايه مفيش معركة لكن هو بيحس بده فده بيخليهم يستخدموا الفاظ واسليب وعنف عنفوا في تون الصوت عنفوا في الكلام فيتعصبوا وسطهم يعلى وكأنهم في حالة حرب او في حالة دفاع عن النفس قدام عدو فلو افترضنا حسن النية عند شريك حياتك زي ما قلنا في الخطوة الاولى هنكون اكثر هدوءا وهنكون اكثر عرض الافكارنا بشكل نطيف يبقى نعرض افكارنا وجهة نظرنا بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع العدوان لان على فكرة ده شكل من اشكال العدوان لان حرد الفوران اللي بيبقى فيها الناس في وقت الخلاف لما الناس لا تحسن التعبير عن وجهات نظرها بتخلي اللي يسمعك يحس ان انت بتهجمه وبتهجم عليه فيضطر هو يعمل ايه يدافع عن نفسه لما يحس ان انت بتهجمه وانك بتفرض عليه رأيك وبتزعقله وبتقهره يا حساس انه هو بيتقهر ده وده بيترجم عنده لمحاولة قهره وان انت بتتحكم فيه عشان تحطه تحت السيطرة وفي حالة الزوج اللي بيزعق للزوجة بتقول لزوجة انت بتتحكم فيه وبتبيع وتشتري فيه او انها مثلا او انها تحس ان هي ملهاش رأي وان هي في حالة من حالات الرفض وانه بيحاول يفضل اللي تعاليها السيطرة ولو الزوجة هي المتعصبة يبتدي الزوج بقا يعبر عن ده بكلام زي انا راجل البيت وكلمتي هي اللي لازم تمشي وكل دوت في الحقيقة جاي من سوق التعبير وعدم التركيز في ان انت بتتعامل مع حبيبتك بتتعامل مع حبيبك تالت حاجة تعالوا نتواصل بشكل فعال ونستمع لبعض جيدا والخطوة دي مهمة جدا انك تسمع بشكل هادي اللي يشيرك حياتك لانك انت لو مسمعتش بشكل هادي اللي يشيرك حياتك مش تفهمه بشكل هادي يبقى تسمع بشكل هادي وتفهمه وتتفهم وجهة نظم وتعرف قصده ايه من الكلام وتتأكد انك فهمته صح وما فيش منع على فكرة ان انت بعد ما تسمعه تعيد عليه الكلام عشان يقرب انك انت فهمته صح بالعكس ده يكون مهمة اوة جدا انه يحس ان انت مقدره فبنقول على ده الفهم والتفاهم وبعدين يجي بقى التفاهم هو الوصول لشيء مشترك ان ان احنا نخرج من اي حوار بوجهة نظر متفقين عليها حتى لو متفقين ان الكلام محتاجين ان احنا نكمله وفي بعض الاحيان ممكن ما نقدرش نوصل لمشترك وهنا يجي بقى دور التغاضي الارياحي بقى ان حد فيكم يتجاوز الخلاف او حد فيكم يعتبر ان الخلاف ده مش نهاية العالم ويعتبر ان الحفاظ على المواد ده اهم مليون مرة من ان احنا نوصل لحل النقطة الخلاف دي وفي الغالب نقطة الخلاف دي بتزول وتتحل لان المواد ده بتدوب كل شيء ممكن يعكر الصفو لكن الطرف الاكرم هو اللي قادر يكون صاحب صدر واسع وصاحب رحمة ومواد ده